سوف نعرف على طريقة كيفية إيجاد تفعيل داكن على هاتفكم سامسونج نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الشاشة من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على داكن وهكذا نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل داكن وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة لا تنسوا التغطي على الزل لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة